اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يسعدني كثيرا أن أكون معكم في هذه الجلسة العلمية الأكاديمية وأغتنم الفرصة لأقدم جزيل الشكر والتقدير لسيدات جامعة الصيف نعم فكرة أكثر من رائعة ولعلها تكون هي الوحيدة عبر جامعات الوطن فنآمل أن يكون مثلها في جامعة محمد لبين دباغين وفي الجامعات عبر تراب الوطن لأن المرأة حقيقة هي نصف الجامعة وهي التي تؤثر على النصف الآخر إن شاء الله فمداخلتي حول الموقف الشرعي من المخدرات والمهلوسات هناك قلق عالمي كبير من انتشار المخدرات فهي تفتك بالشباب والشابات وحتى الكهول والسيدات وكانت المخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أنواعها كانت مجرد استهلاك إدماني يخضع له بعض من الأفراد في المجتمع ولكنها الآن تحولت في هذه السنوات الأخيرة تحولت إلى حقيقة خطيرة جدا يصرح بها حتى تجار المخدرات أنفسهم في أحاديثهم الجانبية وبوعي منهم وبإقرار منهم إلى أنها أصبحت سلاحا يستعمل في تدمير الدول والمجتمعات يستعمل في تدمير بلد كامل بإغراقه بالمواد المخدرة فالمخدرات ترتبط كذلك بنسب متزايدة للأمراض وبمعدلات متزايدة للجرائم في أوساط الشباب وهناك خطورة أخرى بدأت تمس المخدرات الوسط النسوي في مجتمعنا أنا في الصيف اللي فات تلاقيت مع بعض الشباب في أحياء الظل فحدثوني عن عالم المخدرات وقالوا لي قبل ما يبدأ الأرس يجيوا مجموعات من النساء عند فلان يديوا حبوب باش تعقب الأصوار يتحاف الأرس فالخطورة أنه حتى عند سيدات عندها أولاد وهي أمهات يستعملنا المخدرات حتى في المناسبات الاجتماعية التقارير الأمنية تؤكد ازدياد نسبة الإدمان على الرغم من الجهود المعتبرة التي تبذلها الدولة في المجابهة فهناك إذن حقائق متعلقة بإشكاليات حقيقية وبمشكلات إشكاليات تحتاج إلى دراسات أكاديمية علمية واضحة ومشكلات حقيقية في عالم الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية تحتاج إلى حلول جذرية وليس إلى حلول ترقيعية ومن ثم من بين هذه الإشكاليات كيف تكون الوقاية كيف يكون العلاج ما هو الموقف من تجار المخدرات والمؤثرات العقلية كيف نفرق بين كبار التجار وصغار التجار كيف نصل إلى كبار التجار ونلاحقهم بالعقوبة اللازمة والمناسبة والشريعة الإسلامية يعني الإسلام من خلال الدراسات الموجودة وهي كثيرة جداً ويمكن تحميلها في النات هناك استراتيجية إسلامية لمواجهة المخدرات أولاً تقوم هذه الاستراتيجية على ما يسمى بالإصلاح البنيوي الجسدي النفسي للإنسان وهنا يساهم علماء علم النفس الاجتماعي وعلم النفس كذلك في إرجاع الفطرة إلى صاحبها وهناك استراتيجية متعلقة بعالم الأفكار والمفاهيم الإيمانية والعقدية وطرح الإشكالات التي متعلقة بالوجود والمصير والمآل ووظيفة الإنسان ولماذا خلق وغير ذلك وهناك استراتيجية متعلقة بالجانب الأخلاقي والسلوكي واستراتيجية متعلقة بالجانب العبادات خاصة الصلاة والمسجد والقرآن والمرافقة للشباب وقاية أو علاجا وهناك استراتيجية تشريعية أي قانونية فهذه كلها استراتيجية شاملة تمتاز بالفعالية في التطبيق إذا تم حسن تطبيقها أنا أريد أن أتحدث عن الجانب التشريعي فقط فالشريعة الإسلامية جعلت بالنسبة فيما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية جعلتها فيما يتعلق بالعقوبة هي عقوبة تعزيرية أي ليست من الحدود ولا من نظام القصاص ومن ثم السلطات المختصة في الدولة تملك تحديد العقوبة بما يتناسب مع مقدار وآثار الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية تبدأ بالعلاج بعملية الإثارة للجملة العصبية باستعمال الجلد فهي وسيلة من وسائل تعديل السلوك العصبي في الجسم الإنساني وتصل إلى درجة أعلى في العقوبة تصل إلى درجة الإعدام وبينهما الحبس أو السجن أو الغرامة ولكن وفق السياسة الجنائية تأمر بها الشريعة الإسلامية هدفها ليس الانتقام من المدمن أو المستهلك أو الذي له علاقة بالوسط الإدماني وإنما هدفها الإصلاح والردع وإيقاف اتساع رقعة التعامل بالمخدرات إذن في هذه الجزئية ما هو الموقف من المستهلك للمخدرات بشتى أنواعها الشريعة تنظر على أن المستهلك للمخدرات يجمع بين صفتين اثنتين الأولى كونه مريضا يحتاج إلى علاج والمرض إما نفسي إما اجتماعي إما جسدي جسمي بدني إلى غير ذلك والصفة الثانية كونه مجرما أي أنه ارتكب ما يخالف الشرع والقانون والنظام العام ولا بد من عقابه تطبيقا للقانون وحماية للمجتمع إذن يجمع بين الصفتين أولا لا بد من توفر صفة الإدمان للتفريق بين الاستعمال الطبي للمخدرات وبين الاستعمال الإجرامي فهناك ينبغي التفريق بين هذين الأمرين والقانون الجديد الذي صدر في 2023 في ماي أتى بتفاصيل دقيقة جدا وأنا كتبت مقال في هذا القانون بطلب من مجلس قضاء الصيف وسلمته لهم وبينت لهم ما هي جوانب النقص في هذا القانون وهي متعلقة عموما بانعدام الفعالية في تطبيق هذه القوانين ثانيا يجب عرض فرصة العلاج على المدمن المستهلك وتوفير الحماية القانونية له ومرافقته إلى غاية التعافي والشفاء التام يعني الشريعة تأمر بضرورة عرض العلاج أولا العلاج الدوائي النفسي السلوك الجماعي المرافقة البعدية بعد العلاج إلى غير ذلك ثانيا في حالة رفض العلاج إذا كان المدمن رفض العلاج أو أنه راجع إلى الإدمان بعد توفير فرصة العلاج يتعين اتخاذ العقوبة المناسبة لردعه وردع أمثاله هل سؤال آخر هل المخدرات والمهلوسات تعتبر خمرا في الشريعة الإسلامية ومن ثم يمكن أن تدخل في جرائم الحدود والجواب أن هناك تداخلا بين الخمر وبين المخدرات نعم كين تداخل واضح بينهما لكن يوجد اختلاف كبير بينهما ولذلك الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى المخدرات والمهلوسات والعقلية وغير ذلك على أنها خمر تنظر إليها على أنها تتداخل مع الخمر كدوائر متداخلة ولكنها منظومة مستقلة عن الخمر فتنظر الشريعة إلى الخمر على أنها أم الخبائث وأن العقوبة الشرعية المقدرة هي ثمانين جلدة وبالنسبة للمخدرات والمهلوسات فإن الفقهاء يعتبرونها أشد وأخطر وأعظم من الخمر ومن ثم وقع إجماع منذ القديم لأن العالم الإسلامي لم يعرف المخدرات إلا بعدما جاءوا المغول فالمغول لما هاجموا على الحضارة الإسلامية كانوا يستعملون المخدرات فعرف الفقهاء هذه الظاهرة الجديدة ودرسوها وأجمعوا على أنها أخطر من الخمر وأن تأثيرها على المدمن يبدأ بمرحلة السكر وهو ذهاب العقل لكنه لا يتوقف عند ذلك بل يستمر إلى التدمير الشامل للقدرات الصحية والعقلية والنفسية للمدمن وإلى تدمير محيطه الاجتماعي من خلال ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالإدمان القتل والسرقة والاغتصاب وارتفاع نسب الكوارث كالحرائق والانفجارات لعدم التحكم في معايير السلامة والأمن بسبب التعاطي للمخدرات وارتفاع نسب حوادث المرور الإجهاض الأطفال غير الشرعيين تضرر وسائل الإنتاج التدمير الاقتصادي التدمير السياسي لوجود عصابات المتاجرة بالمخدرات فالمخدرات تؤدي إلى هدم النظام العام في المجتمع ولذلك الآن تستعمل سلاح سلاح أمني عسكري لتدمير الدولة وفق خطة استراتيجية أمنية عسكرية والمخدرات فيها هدم للدين هدم للنفس هدم للنسل هدم للأسرة هدم للعقل وهدم للنظام المالي والخمر أقل ضراراً من المخدرات وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمانها فكيف إذن بالمخدرات التي هي أخطر من الخمر طيب سؤال آخر ما هي سبل الوقاية سبل الوقاية دايما نقوله الوعي نعم لا بد من الوعي الرشيد بمعنى أنه لا بد من دراسة المعلومات التي والأفكار منظومة الأفكار التي يجب أن تصل إلى الشباب لأن بعض من الناس في مجتمع متدين يمدلوا معلومات علمانية فهذه لا يمكن أن تصحيه فينبغي أن تكون معلومات مدروسة وفق ما يتناسب مع طبيعة المجتمع أي لا بد من وعي رشيد مقرون بآليات وإجراءات السعي السديد أي بفعالية حقيقية لبيان الأضرار والمفاسد ثانيا تقوية وتشجيع التدين الأخلاقي السليم بين الناشئة والشباب ثالثا التربية على ثقافة البلاغ بمعنى أنه في واقعنا الآن مصالح الأمن هي التي وحدها تتصدى في الميدان لظاهرة الإدمان على المخدرات ينبغي أن نجد حالة من الثقة المتبادلة والتعاون المتبادل بين المواطنين وبين مصالح الأمن بين السلطات المختصة وبين المواطنين في قضية ما يتعلق بالبلاغ ولكن هذه مربوطة باستراتيجية عامة قائمة على فعالية حقيقية في ملاحقة تجار المخدرات ورابعا التحذير من رفقاء السوء والعمل على تفكيك وملاحقة أماكن المخدرات وأخيرا فإن الأساتذة والمعلمين وأئمة المساجد ورجال الإعلام والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والمدربون الغياضيون كلهم باعتبارهم نخبة في المجتمع لهم أدوار عظيمة في حماية الناشئة والشباب والشابات من هذه الأسلحة المدمر الفتاكة وأنه لا يجوز أبدا ترك مصالح الأمن لوحدها تحارب وتجابه هذه الحرب الحقيقية بل يتعين على الجميع أن يتعاونوا وأن يتكاتفوا وأن يكونوا صفا واحدا في حماية الجيل والمجتمع والوطن والدولة لكن في استراتيجية واضحة للجميع ذات فعالية حقيقية وشكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر